موسيقى شرايين والأوردة ومضعفات مرض السكر خاصات المضعفات المتعلقة بالالتهابات الشرايين والأعصاب الترفيين طيب إمتى المريض هيروح يكشف عن الدكتور أوعية؟ لأ إحنا عندنا حاجات كتير متعلقة بالأوعية الدموية تخليك تروح تكشف لو خدنا الشرايين كمثال بسيط أي شيء يتعلق بضعف تروية الترفية للأقدام هيبان في صورة شد عضلي مع المشي أو حرقان نتيجة قصور التروية للأعصاب والحرقان ده في الحقيقة يشبه بصورة كبيرة التهاب الأعصاب الترفية اللي بيحصل مع مرض السكر ففي أحيان كتير بيبقى الألم لسبب أعصاب وأحيان كتير المرض الألم بيكون بسبب عدم التروية الكافية للأطراف الصور التانية اللي ممكن ييجي بها قصور الشرايين حدوث غرغرينة في صورة تغير لون الجلد أو تغير لون الطرف أو تغير لون الأسبعة لللون الأسود وفي الحالة دي بيقول عليها غرغرينة نشفة وهي دي اللي بتحصل مع القصور المزمن للشرايين في غرغرينة تانية بتحصل مع القدم السكرية وهي الغرغرينة الطرية أو الغرغرينة اللي بتبقى مصاحبة لوجود مكروب في الرجل وفي الحالة دي المريض ممكن يحتاج لإجراء تدخل الجراحي في صورة تنظيف أو بدر جزئي للقدم حسب حالة الرجل ولكن الشرايين عامل أساسي في أي تدخل في مريض السكر فلو المريض به تروية كافية للشرايين ممكن تعمل الإجراء بتاعك كتنظيف أو بدر والجراحة إن شاء الله هيلامل بصورة جيدة إنما لو كان في مشاكل في الشرايين عندك في التروية الطرفية أي تدخل قبل تحسين التروية دي هينتهي بغالبا بدر على مستوى أعلى كبدر تحت الرجل أو بس كورو الحاجات التانية اللي تخص مرضى الأوعية أو تخصص جراحة الأوعية طبعا التمددات الشريانية سواء في الطرفية أو في الشريان الأورتي أو قصور الشرايين اللي يحدث في الشرايين الشرايين الأحشاء كشرايين مغزية للأمعاء في الحالة دي المريض هيعاني من ألم بعد الأكل لدرجة أنه هيبقى العيان خايف يأكل فيحصل له نقص في الوزن بعض الجراحين ما بيفكرهوش في أن السبب يكون عدم تروية للأمعاء قد يكون أي مرض آخر متخصص أو خاص بالجهاز الهوبي وأنا أحب أن الناس كلها تفكر في الأسباب كلها ما تحصرش نفسك في سبب واحد من الحاجات بقى اللي تخص أمهاتنا في الجيوت وإخواتنا البنات مرض الدوالي مرض الدوالي برضو من الحاجات اللي بتيجي لبعض الناس اللي عندهم تاريخ مرضي المرض الدوالي التاريخ المرضي ده بيبان أكتر في الناس اللي ما بتوع في ساعات طويلة أو الأمهات اللي بيشتغلوا في البيوت وبيشتغلوا شغلانا جنب شغلات جنب البيت فبيعاني من ظهور بعض العروق أو بعض الأوردة في الساقين قد تكون في سورة شعيرات وقد تكون في سورة أوردة كبيرة دي بنقول عليها الدوالي تمام أحيانا الدوالي بتيجي بمنظر فقط مش عجبنا وأحيانا بيبع مصاحب لها بعض الأعراض مثل ثقل الساقين مع الوقفة كتير أو أحيانا كمان شد العضل بيحصل مع الوقفة كتير أو مع بداية المتش في هذه الحالة برضو المدام دي بتحتاج أنها تستشير دكتوري الأوعيات دموية عشان يحدد إيه سبب المشكلة وإيه كيفية علاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر